على وقع قصف مدفعي تركي تراجعت ميليشيات نظام الأسد قبل وصولها إلى مشارف مدينة عفرين وسائل أعلام تركية أفادت بأن القوات التركية قصفت مناطق قريبة من موقع انتشار الميليشيات التابعة للنظام السوري التي كانت تنوي الدخول إلى عفرين لدعم ميليشيا حماية الشعب الكردية بعد هذا التطور الميداني في عملية غصن الزيتون العسكرية التركية التي جاءت بعد تحذيرات أنقرة للنظام السوري بعدم محاولة دعم الميليشيات الكردية في عفرين بعد ذلك بساعات قليلة صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة نجحت في إيقاف انتشار محتمل لقوات النظام السوري في منطقة عفرين وعلن أردوغان أنه خلال الأيام المقبلة ستحاصر القوات التركية وبشكل سريع مركز مدينة عفرين تصريحات الرئيس التركي تزامنت مع توجه مجموعة من الوحدات العسكرية التركية تضم 1200 جنديا يتبعونا للواء بورنوفا للقوات الخاصة من مطارق كالكنغ في أزمير غربي البلاد إلى منطقة عفرين لرفض عملية غصن الزيتون ميدانيا وبعد ساعات قليلة من أعلان قوات الجيش الحر والقوات التركية سيطرتهما دفعة واحدة على تسع قرى وتلال استراتيجية في ريفي عفرين الشمالي والجنوبي تقدمت جيشان بورثيرة أسرع وأعلن أنهما سيطر على عشر قرى في ريفي عفرين بعد معارك مع الميليشيا الكردية كما سيطر على قرى جميلة وسوراني وحياني والزيتونة وعرب ويران وشرقنلي ومروانة والفوقان والتحتاني وقلكي في ريفي عفرين كذلك سيطرت جيشان على مجموعة من التلال الاستراتيجية المحيطة بالقرى المسيطرة عليها وباشر عناصر تابعون للجيش الحر بتفكيك ونزع الألغام التي تركتها الميليشيات الكردية خلفها في تلك القرى والمواقع التي تتوزع على شمال وغرب وجنوب غرب مدينة عفرين ويرفع هذا التقدم في عملية غصن الزيتون عدد النقاط التي انتزعت حتى الآن إلى تسعين نقطة بينها مركز ناحية بلبل شمال عفرين ونحو ستين قرية وما يزيد على عشرين جبالا وتلا